متابعة مشاهدين ينضم معنا مباشرة من الدمام الزميل خالد الجناحي مساء الخير وهنا بك كيف يبدو طريق الأمير نايف بن عبد العزيز بعد الانتهاء من أعمال الصيانة نعم بدر يبدو على أفضل حال هو الآن لا يزال مغلقا إلى هذه اللحظة ولكن الآن سيعلن وكيل أمين المنطقة الشرقية للتعمير والمشاريع بدر افتتاح هذا الطريق الذي يعد ربما ثاني أهم طريق في مدينة الدمام من حيث الكثافة المرورية مهندس عصام مرحبا بك ستعلن الآن افتتاح الطريق وتعطي التوجهات بسم الله الرحمن الرحيم مهندس محمد الغامدي على بركة الله افتح الطريق بسم الله توكلنا على الله نعم بدر الآن بهذه المكالمة افتتح الطريق مهندس عصام نبارك لأهالي المدينة طبعا افتتاح هذا الطريق الذي يعد ربما الأكثر من حيث الكثافة المرورية بعد طريق الملك فهد في مدينة الدمام ما هي أعمال الصيانة التي استغرقت العام والثلاثة أشهر منذ أن بدأتم بها على عدة مرات طبعا كما تفضلت طريق الأمير نايف هو طريق شرياني ومحور رئيسي من محاور مدينة الدمام وهو يعتبر الكثافة الثانية للطرق داخل حضرة الدمام كما ذكرت أن الأعمال التي تمت في طريق الأمير نايف كانت أعمال إعادة تأهيل وتطوير شامل لثلاث مراحل من العمل بدأت الحقيقة المراحل هذه كما ذكرت تقريبا من عام لثلاث مقاطع رئيسية بدأت بطريق الملك عبد العزيز إلى طريق الملك السعود بطول 1400 متر ومن ثم المرحلة الثانية من طريق الملك السعود وحتى طريق الملك خالد وهي تقريبا 1700 متر طولي والمرحلة الثالثة والأخيرة التي تفتح اليوم بإذن الله هي من طريق الملك خالد إلى طريق الملك فهد وهي 1350 متر طولي طبعا الطول الكامل لما تم من أعمال تأهيل كانت تقريبا 9 كيلو في الاتجاهين الأعمال التي تمت هي أعمال متكاملة تم من خلالها إزالة الطبقات التحتية من المعلوم أن طريق الأمير نايف كان يعاني من بعض الهبطات والنتوءات التي تمت نتيجة ارتفاع المياه الجوفية وارتباطها بطبقات السفلة والسفلة ولكن بحمد الله تم إزالة ما يقارب من 90 سنتي إلى متر وإعادة الطبقات على أربع مراحل ومن ثم بدأ أعمال السفلة بمواصفات واستخدام كذلك الجيكستايل الخاص بنفاذية المياه وحفظ الطبقة الأسفلتية ولله الحمد تمت الأعمال على عدة مراحل بإغلاقات كانت يعني الحقيقة كان يعاني منها أهل المنطقة ولكن ولله الحمد نقول بإذن الله هم صبروا علينا وأحنا بإذن الله وفينا معه الله أعطيكم العافية وأنت سعي صام بس دعني من خلال أيضا عدسة زميلي حسن نطلع لمشاهد الكريم على يعني عودة الحركة لهذا الطريق ودعني أختم بدر فقط بالتنويه إلى أن هذا الطريق يخدم سكان مدينة الدمام وأيضا المدن المجاورة كون كثير من المؤسسات الحيوية تقع على هذا الطريق من ضمنها أو من أهمها ربما كليات الآداب التابعة لجامعة الإمام عبد الرحمن الفيصل ومجموعة من الأسواق وهو يربط أيضا محافظة القطيف بالدمام من خلال طريق الخليج العربي نعم شكرا لك خالد ونرجو بأن أكون طريق الأمير نايف عامل مساعد لتخفيف الزحام تحديدا في مدينة الدمام شكرا لك خالد الجناحي ولضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل